الآن هل تكون قاعدة الانطلاق كلام مهم جدا ومبهج جدا بعد الفاصل طيب هنأجل الفاصل لكن قاعدة الانطلاق طيب كويس نكمل قديم قبل الفاصل قاعدة الانطلاق يا جماعة الكل كان قلقان جدا على الاهلي في بريتوريا ولو تفتكروا الأسبوع اللي فات قلنا فهل يكون الرجاء الصالح الاهلي كان بيلعب مع بريتوريا قرب او في بريتوريا قرب طريق رأس الرجاء الصالح والمهندس عادلي تدرع الى الله ان يكون هذا هو الرجاء الصالح انه الاهلي ينجوا من هذا الفخ الجنوب الافريقي ويرد اعتباره ويستمر في البطولة انا قلتلك نقطة ان انا ما بخافش الا من المطشاط اللي بنستسيلها المطشاط اللي فيها قدر كبير من التحدي بتقلقني لكن بتديني شعور بان الاهلي لو ركز هيعمل اللي هو عايز احنا طبعا احنا عايشين بالضبط زي ما قلنا ان المالجه 2005 قال سانا عود 2006 لنر يعلم الاهلي الذي لم يشاهدوه الاهلي الحقيقي يعني وكان ده التحدي واللي اشتغلوا عليه اللعيب واللي ادرسله قبل ما اتشت صفاقسي واحنا مسافرين تعادوا الواحد واحد اللي ديابي في ملعبنا من منظور الصعب جدا اللي عايب قالت احنا اللي يعني زنقناها واحنا اللي حنفتاق عن فكاه وقد حدث النهاردة انت يا خسرت خسارة يعني غير مفهومة وتاريخية ولازم لازم في يوم ما نفهم اسبابها يعني كانتش طبيعية بالمرة ولا طليق بالنادي الاهلي ولا حتى تعبر عن فرق المستوى يعني يعني انت مش بتلعب فرقة يعني ممكن تعمل معكد رغم انها افضل الفرق الافريقية الان انما مش الاهلي ما تعودناش اللعيبة تقول يا رب نقابلهم تاني يا رب فتشاء الظروف ان تفضل ما تطلعش اول المجموعة تطلع تاني المجموعة عشان تتعمل القرع وتقابل ساعة التحدي بقى كل بيقول لك اه جات لك اعمر ريني هتعمل الكلمة دي خطيرة جدا طبعا بتنطوع على قدر من التحدي المخيف صحيح الله الله هو هو دي لو اتكررت هتعمل حيحصان فينا ايه الجيل ده يعني فالجيل ده كان بيلعب من اجل انقاذ او استعادة اه المكانة والهيبة انا نتيجة المباراة واحد واحد كان ممكن تبقى اه اه صفر صفر كانت ممكن تبقى بالهزيمة واحد صفر اه انما جمالها مش في النتيجة جمالها في جدارة اجتياز العقبة دي جدارة التقابل انت المطشين مخسرتش وانت النادي الوحيد اللي فازت دور مخسرش المطشين عايز اقولك انك من بعد مباراة الخمسة دي انت لعبت مع سندونز تلات مرات انت كسبته هنا وتعادلته واحد هنا بالزبط وقفلت منك الفوز في اللحظة الاخيرة اه صحيح انت انت جدارة يعني انت لما يطلع الناس يقولك ياه يعني زعلانين بالتعادل احنا هناك شوف الفارق بقى انت مشرح تاخد بطارق ده انت كنت هتحقق لكن ترجع تقول ايه برضو عشان ما نعلاش بسقف الفرحة اول كويس ماشا عدينا عدينا واستردينا الاحترام والهيبة والمكانة وكل الناس كانت بتتكلم حتى لما تشوف المتحدث المصري باسم المنصق المنصق العام المنصق العام وهو عرفته سر الدحكة فقالك احنا كنا بنتحك لاننا عارفين بلاش الاهل يعني هم هم كانوش عديل الاهل اه فجاه الاهل لانهم عارفين الاهل صعب يتكرر مع الكلام ده او مش الاهل يتكرر مع الكلام ده عملنا ماتش كويس فايلر اه حتى بصمته مفيش حد ما قشتش في فيلر محللين نقاض منافسين اه حتى بعض الاهلوية اللي هم النتيجة بتحكم وجهة نظرهم اه لا الحق وجدد وإلحق وإعمل يعني فدي حاجة مهمة جدا ترتيب الاهل بيتحسن في الرانكينج العالمي اعظونا وصل الستة وعشرين دلوقتي اه في كل الاحوال في كل الاحوال ان اه الماتش فيه مكاسب كتيرة جدا 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 اه عايزين برضو تكون قاعدة الانطلاق اي لان انت كمان روحت يا ايه بقى التحدي الا الاكثر تحدي اه انك انت رايح بتلاعب نادي تم وعده بالبطولة اه هنجل اه هنجل طيب دي ملاحظاتك يا مش ماندس فيه تلات اربع اسباب في رأيي ما بين الخروج من مأذق السنة اللي فاتت او المشاركة اللي فاتت للي حصل ده انت استفاد وده ده الدرس بتاع الهزيمة اي فريق ممكن يخسر حتى لو هزيمة غير طبيعية في يوم مش طبيعي لكن التعامل معاه بعد كده واستخلاص الدروس منه ومحاولة التخلص من أساره ازاي المرة اللي فاتت الآلي كان باعتراف مدرب سانداونز قال لك جالنا موجهة جدا وكان واضح الإرهاق المرة دي انت عشان تتأقلم خدت بالأسباب رقم واحد وجود الكابتب محمود الخطيب على رأس البعثة أطفى نوع من الاهتمام الكبير ده اللي قاله السفير المصري واللي اللعيبة حسته هتقعد خمس ست يام قبل البطوء قبل المباراة لو ما فيش حالة من الاستعداد الكامل والتركيز الناس دخلت في مود المباراة بدر قوي أي حاجة غير كده كانت المسألة ممكن الناس ما تاخدهاش بالدرجة الأهمية انت ليه رايح خمس ست يام قبل المباراة إلا أنك انت حطيت كان ممكن تفك تفك منك أنك انت وانت مد الاهتمام الرسمي على أعلى درجة من التعامل فيها درجة عالية من التحفيز وفيه درجة عالية من التركيز فبقيت المسألة الفريق في مهمة طارئة جدا وخاصة قوي ده اللي خلى مبدئيا فكرة الاعداد البدني في أفضل حالة التجهيز المعنوي الكل مستحضر الكلمة اللي أشار لها المهانسة عادلة فبهجت لك هيه ورينا بقى هتعمل ايه لو شفت لقطة بعد المباراة الشناوي قاعد على الأرض وبيشار على النجيلة يعني عايز يقول أدين رجعت هنا تاني كحارس مرمى بصوا الإحساس بالتحدي كان عند اللعيبة عامل إزاي ارجعوا لكل تصرحاتهم قبل كده هنرجع وهنروح فأنت حطيت اللعيبة قدام تحدياتها خلينا أقول لك كمان ريني فايلر عجيبني إنك لمس في النقطة دي حطيت اللعيبة قدام تحدياتها دي نقطة مهمة بس الأهم منها إن اللعيبة تصق إنها تستطيع أن تكتاز هذه التحديات يعني إذا بتحطيني قدام تحديات ممكن توطرني لكن اللي حصل إن اللعيبة استوعبت وترصخ عندها أكتر ما هو كان موجود لا ده إحنا لما بنحط في دماغنا بنعمل ولذلك كانت إدارة ريني فايلر للمباراة تقريبا أول مباراة يديرها باستراتيجية دفاعية كل المباراة السابقة لريني فايلر سواء في أفريقيا أو في الدوري باستراتيجية المتفوق المسيطر المرة دي واحد عنده مكسب كبير حققه هنا عايز يدفع عنه ويسعى لتعزيزه فعشان كده شفنا التعاملات والأفكار التكتكية له في المباراة عالية جدا وترتقي إلى مستوى مدرب كبير جدا بيقود فريق في منعطف مهم من بطولة بيواجه فيها تحديات صعبة أوي دي كانت النقاط البارزة في هذه الرحلة المهمة جدا في مشوار الأهل الأفريقي هقول لكم مردود ده صحفيا كان عمل إزاي صحف القاهرة إزاي شافت ما أنجزه الأهل في بيريتوريا الأخبار طلعت بعد المباراة قالت الأهل يمر من اللقاء المر نسور بطل مصر تشل حركة أولاد سانداونز وتبلغ نصف النهاية بالتعادل واحد واحد الأهرام قالت الأهل يطيح بسانداونز ويتآهل للمربع الزهبي لدور الأبطال دفاع فيلر يقود الفريقين للتعادل واحد واحد والشناوي رجل المباراة ومستوى الشحات لغز كبير الجمهورية قالت تعادل وتآهل إلى جوار الشقيق الأبيض الأهل الرد الاعتبار خلص على سانداونز الشروق قالت بعد التعادل مع سانداونز واحد واحد الأهل يحصل على بطاقة العبور لنصف نهاية دور الأبطال من قلب بيريتوريا فيلر عطل مفاتيح الفوز لدى أصحاب الأرض الهدف المبكر للأحمر أربك الحسابات وتغييرات موسيماني فشلت في تعديل النتيجة الوطن قالت عودة البطل الأفريقي الأهل يثقر من سانداونز ويتآهل لمربع زهاب دور الأبطال أو زهب دور الأبطال المصر اليوم قالت الأهل يثقر من سانداونز ويتآهل لنصف نهاية أفريقيا الأحمر يفرض أسلوبه ويتعادل مع الأولاد في عقر دارهم الشناوي رجل المباراة فيلر توفوق على موسيماني المساء قالت الأهل خطاره وفرحنا بانتصاره تعادل واحد واحد مع سانداونز في بيريتوريا وصعد للمربع الزهبي الأفريقي كيك أوف قالت الأهل ينهي مشوار سانداونز الأفريقي صحيفة سوكر الجنوب الأفريقية قالت رحلة فريق سانداونز في دور أبطال أفريقيا انتهت عن طريق الأهل وصحيفة سيتزن قالت السقوط على يد عملاق مصر ولصحيفة الهيرالد الجنوب الأفريقية سانداونز فشل في تحقيق المعجزة التلت عنوين اللي خلنين دول أستاذ أبراهيم يهموني جدا أيوة بيعكسوا قدر قدر الاحترام الذي يشعر به الناس في جنوب أفريقيا اشتركوا في القناة